في الحقيقة اللي هيبقى يعني شغلنا هيبقى يعني الاساس عشان وقتنا ومزانيتنا هيبقى النوع الاول اللي هو ما عندوش مشكلة التاني نرجو له الله له الي داي ايضا ولكن يعني اعتقد ان النوع اللي بعد كده واللي بعده هيبقى اصعب قليلا فهن برضو هنتكلم عليهم اللي النوع اللي بعد كده اللي هو ايه العنيد اللي هو يقره الاسلام وياخذ موقف سلبي يعني هو انسان عادي مش درس اي شيء في الديانات ولكنه يقرى الاسلام وموقف سلبي طيب انت مدخله ايه مدخله بقى سئلة بعد من ان تعرفه نفسك وتعرف العادي مدخله هل انت مسيحي اه تحب المسيح اه تتبع المسيح اه طيب هل تعلم ان المسلمين يتبعون المسيح ويحبونه ضروري ازاي ممكن يقول نعم او ممكن يقول لا طيب هل تعلم ان احنا ان المسلمين يحبون المسيح اكثر من النصارى ده اسئلة يعني تخليه يبدأ يتجاوب يبدأ يرد ازاي احنا عايزين بس كيف هاو مجرد ما بيرد على طول زي ما نفس الخطوات السابقة في عقيدتنا عقيدة المسلمين في المسيح فنتحدث عن عقيدة المسلمين في المسيح وضروري جدا زي ما قلنا في المقطع او المحاضرة او السابقة ان ايات القرآن مهمة جدا 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 ان دائما الشواهد القرآنية محكمة وهو ككلام الله فاكثر تأثيرا من مهما وتيتا من من الفاهم فاكلام الله محكم واكثر تعبيرا فهتنقلهم برضو ما التصور الاسلامي للمسيح من واقع كتاب المسلمين ضروري ثم طيب خلصنا النقطة اللي بعد كده برضو سؤال هل تعتقد ان هناك اله واحد لجميع البشر ايه سير زهنه في اله واحد بس لجميع البشر ولا لكل ديانة اله وهو لازم يبقى فارق اصله هو بيجي ايه دائما النظرة الغربية او الرجل الغربي او حتى الشرق اللي هو موجود في بلاد المسلمين ما تيجي تكلمه ويقول لك يا اخي ما كل واحد يعقدته وما انت زعله ليه انا مرتاح كده طيب ماشي طب هو وكل واحد وله يعبد دينه بطريقته وله دينه وله ربه وله اله كما اعتقد ولكن هل في الاخر قنازرة عقلانية في اله واحد لكل ديانات ولا كل ديانة لها اله وكل واحد بقى ايه هو رئيس الجمعة بتوعه لا فضروري هيرد وضروري هو طالما هو اصله موحد فالموضوع منته او يعتقد انه موحد يعني وفقا لعقدته فلا هو الى واحد يبقى ننتقل للتعريف الاسلام عن الانه من هو الله وهل هو ده المنطق وده المعتقد يعني اللي يتماشى ويتماهى مع المنطق ولا ده كلام مش طبيعي تمام طيب هو الرجل ده هيسور الشبهات فيش مشكلة كان يعني زي ما كان في اخ احد السياسيين كان لما وحد يقول له سؤال صادم كده كان يستوعبه يقول له الله ده سؤال رائع جويس فنفس الكلام يعني انت لما يصير شبه مت مت مثلا استوعبه سؤال جيد ممتاز ولكن تقول له طيب خلينا اشرح الاسلام ثم انتقل الى رد سؤالك يعني برضه زي ما قلنا في المرة اللي فاتت ما تخليش المتحاور يسحبك لمنطقته لانه هي نسيك الموضوع الاساسي هو موضوع التوحيد موضوع الدعوة يا دين الله موضوع ما هو الاسلام ده موضوعك فما تخلوش يسحبك عند الشبهات ولكن قوله طيب هكمل كويس وارجع لك طيب خلست شرح الاسلام او شرح ما عندك انتقل للشبهات ضروري برضه الشبهات يبقى فيها الحاسم فيها النص القرآني والحديث النبوي يحسم ضروري ضروري في الشبهات يبقى برضه الشواهد القرآنية خلص هي بتخلص يعني كثير من الشبهات او اغلب الشبهات فما تمشيش معاه في الشبهات تحاول طول الضروري مختصر وترجع ده منهج المنهج التاني لأ استنى ما خلص وهرجع لك وانا حاضر لانت او انا معاك وما فيش مشكلة والحديث ممتد وممكن نعود يوم واتنين وثلاثة هنتكلم بش اي مشكلة اخر حاجة اخر نقطة ما تهلكش وقتك قوي يعني ادي له الموضوع ومحاسب بص شوف ممكن يكون واحد بيقولك هوتو بيه مسلم يعني يعني برضه يعني ايه فما تهلكش وقتك مع ده على حساب اخر قد يكون قريب من الهداية فبرضه راعي راعي مسألة اللي ايه الفائدة المتحقيقة او النتيجة ده النوع الثاني اشتركوا في القناة